لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والفضل لك والملك لك لبيك لا شريك لك ما خاب عبد قد سلك أما له كي يسألك عفواً ورحمةً به لو لم ينله ما هلك بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم كل عام وأنتم بخير اليوم هو أول أيام عيد الأطحى المبارك هذا اليوم يسمى يوم النحر الآن حجاج بيت الله عز وجل هم في مكة المكرمة يطوفون طواف الإفاضة أو هم موجودون في مينة يرمون جمرة العقبة الكبرى سألوا الله عز وجل أن يكتبنا معهم بأرواحنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير رب التقادير والتدابير اليوم هو يوم الجمعة واليوم أول أيام العيد جمع الله لنا الحسنيين أسأل الله عز وجل أن يكون يوماً من أيام الخير والبر والقرب من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هذا البرنامج الذي كنا ضيوفاً على حضراتكم في بيوتكم لأن نبث البرنامج عن طريق وسائل التواصل برنامج من عشر حلقات بدأ باليوم الأول من ذي الحجة وينتهي اليوم ونسأل الله ألا ينتهي الخير وأن يظل الخير مستمراً ومجالس العلم دائمة هذا البرنامج ينتهي اليوم اليوم هو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة تسع أيام اللي هن من أول يوم ليوم عرفة واليوم العاشر اسمه يوم النحر كنا كل يوم نأخذ عمل صالح أفضل أعمال العيد على الإطلاق هو عمل صالح نذكركم به تعرفونه إنه صلة الرحم الرحم صلة الرحم تحمل معنى الرحمة الذي يصل رحمه يحمل الرحمة الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم الذي يقوم بهذه السنة اليوم هذه السنة هي استثنائية دمون هذه الظروف المعقدة المعقدة ظروف المرض وانتشار وباء كورونا لكن مع ذلك لا يغيب عنا أن نصل أرحامنا في العيد أيها الإخوة الكرام هناك أشياء يجب أن نقوم بها وآداب يجب أن نتصف بها في زياراتنا لأرحامنا صلة الرحم درجات هناك درجات عالي لا ينالها إلا المقربون وهناك درجات أقل ثم أقل ثم هناك أدنى درجات صلة الرحم أعلى درجة في صلة الرحم تحدث عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك هاي أعلى درجة من درجات صلة الرحم يعني هو يبادلك الإساءة وهو يبادلك الكلام الذي يعني ربما يكون نابيا لقلة وعيه ولقلة دينه لو كان دينه كامل وعيه كامل ما فعل ذلك ولكن دائما نحن عامل الناس بأخلاق الإسلام نعاملهم بأخلاق الإيمان نعاملهم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل العيد أن يكون مناسبة لأن نذيب هذا الثلج من الحقد والجفاء فيما بين الأرحام أن تبادر صلة الرحمة الحقيقية التي لها درجة عالية أيها الإخوة الكرام أن تصل أن تبدأ أنت أنا أقول لكم الآن ظروف استثنائية وربما التباعد الاجتماعي يحول بين الناس وبين صلة الرحم الهاتف أخوانا الكرام صلة الرحم عمل يسير ولكن أجره كبير عمل يسير الآن أن تمسك الهاتف وتفتش عن الرقم وأن تتصل هذا عمل يسير ولكن فيه مجاهدة للنفس لأن النفس تتأبى وخاصة عندما يكون الشخص الآخر يعني لا يبادرك هذا الشعور وهذه الأحاسيس وهذه المودة وهذا اللطف ولكن هكذا أمرنا ربنا وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا أعلى درجات صلة الرحم أن تتصل فيه وتقول له كيف حالك كيف أصبحت كيف لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره يعني من أراد أن يكون مسرورا بهذا الثواب من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل لرحمه بدك رزق وفير وأن يمد لك في عمرك بشوز ما يمد لك يعني للتسعين أو للثمانين كون السبعين هو مثلا أو الستين اللي الله كاتبه ولكن تتمتع بالصحة والعافية وأن يصرف الله عنك الهم والغم أن تصل هؤلاء الذين يقطعونك من أرحامك نبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفش السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام باب إلى الجنة باب باب الآن أول الأرحام الأب والأم هؤلاء بر هؤلاء يعني أعلى درجات صلة الأرحام هؤلاء يجب أن تبدأ بهم ثم الإخوة والأخوات ثم العمات والأعمام ثم الأخوال والخالات هؤلاء من الواجب أن نصلهم وأن نتفقد أحوالهم أيها الإخوة الكرام الدرجة الثانية يعني من الصلة أن تسأل كيف حالهم إنسان له عم له عم له خال له خال يعني هؤلاء كيف حالهم الظروف الصعبة الآن الإنسان إذا مرض أيها الإخوة الكرام إن لم يكن له يعني رحم يحملون معه هذه التبعات يسقط المرض مكلف هتفني أخ بالأمس دخول المشفى وخروج منها في يوم واحد يكلف أكثر من مليون أو مليونين ليرى سوري الآن الناس لا تملك يجب أن تفتش عن الرحم وتفتش عن حالهم أن تسأل الرحم ليس بسلام وكلام فقط الرحم عطاء وبذل الرحم سخاء وجود وخاصة لمن يملك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة أولى الناس بمالك هو من حولك أولى الناس بعطائك هو من حولك من الأرحام ابن العم وابن الخال وهؤلاء طب إذا كان أخ أو أخت هؤلاء أولى من من غيرهم أيضا أيها الإخوة الكرام درجة أخرى من درجات الصلة هي أن تذكرهم بالله عز وجل أن تأخذ بيد غافلهم إلى الله عز وجل أن تذكرهم بشوز أنه أنت تبعت له رسالة تقول له تعالى على جلسة يعني من جلسات الذكر والإيمان ترسل له مقطع درس يعني أنت يمكن عندك ألف صاحب كم واحد من بيناتهم من أرحامك يجب أن تكون هناك مجموعة في الهاتف اسمها الأرحام وأن لا ندخل الذكور بالإناث الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث الإناث يتواصلون فيما بينهم نحن عم نحكي أنه ابن العم وابن الخال وطبعا الأخ والأخت هؤلاء من المحارم هؤلاء ما فيهم مشكلة تكون عندك على الأرحام العم والخال طبعا هدول من المحارم أما أن ندخل الحابلة بالنابل فهذا ليس من الضوابط الأخلاقية في شيء أيضا أيها الإخوة الكرام هناك شيء مخصوص سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم قياسا عليها العمة بمنزلة الأب والعم بمنزل الأب يعني هؤلاء لو كان الإنسان فقد والدته وله خالة الخالة أم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بها في العيد وأن نكرمها وأن نسمعها أطايب الكلام وأطايب التبركات في هذه المناسبات الطيبة ومنها عيد الأضحى المبارك صدقوني أيها الإخوة الكرام الإنسان ينتعج داخليا يعني يندفع إيجابيا عندما يرى من حوله خاصة لما تكبر سنه يعني ويبتعد عن وظيفته ويبتعد عن عمله مشوف أنه مثلا ابن أخ ابن أخت اتصل فيه وإذا كان زاره والآن كما قلت لكم الزيارات صعبة ولكن كل بلد حسب انتشار الوباء فيها هون في الشام الآن أنا أنصح بعدم الزيارة ضمن هذه الظروف الاستثنائية بس لأنهم كل عام وأنتم بخير الآن المكالمة الفيديو أو المكالمة الصوتية أو أن نرسل العطايا والهدايا في هذا إذا كان أنت ضحيت أن ترسل لهم جزء من الأضحية أن تدخل السرور عليهم من هذا الصباح الأول من أتصل بهم هو حضرتك أيها الخالة أو العم أو العم ويعني أن ندخل البهجة والسرور للإنسان سبحان الله ليس هناك يعني أمة من الأمم فيها مثل هذه الأعياد جعل الله عز وجل عيدين في الإسلام عيد الأطحى وعيد الفطر من أجل أن ندخل السرور على قلوب أرحامنا وأحبابنا أيها الإخوة الكرام صدقوني مهما كانت عبادة الإنسان ومهما فعل من خير إن كان بينه وبين أحبته جفوة فلينتبه إلى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ورحم هذا نداء لكل شاب ولكل فتاة ولكل زوج ولكل زوجة لكل كبير لكل إنسان عاقل إذا كان بينك وبين حبايبك جفوة اذكر هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع كلام كلام واضح وضوح الشمس الآن بادر في هذه الأيام بادر مهاتفة وكن أنت المبادر ولا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نحن بضيق ونحن بكرب أيها الإخوة الكرام حتى يفرج الله عننا ما نحن فيه من البلاء يجب أن نتضرع إلى الله ويجب أن تكون سلوكياتنا في الحياة سلوكيات المؤمنين هذا العيد هو عيد الصلة وعيد المحبة وإدخال السرور على الناس على زوجتك على أولادك الآن أولادك أنت يعلمهم الصلة بأنهم يكرموا والدتون خدوا وعطوا الوالدة بذل معروف في البيت الآن العيد عيد استثنائي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله العيد القادم نكون وإياكم في صعيد عرفة ونتطوف بالبيت العتيق نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما ما يسركم نسأل الله عز وجل أن يجعلكم في هذا العيد من عباد الله الصالحين أيام العيد أيام عباده أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بعد قليل يعني بعد ساعة أو أكثر هناك تكبيرات العيد وموعظة العيد وإن شاء الله صلاة الجمعة وخطبة الجمعة كل عام وأنتم بخير وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم في هذا العيد من الفائزين برضوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والفضل لك والملك لك لبيك لا شريك لك ما خاب عبد قد سلك أما له كي يسألك عفواً ورحمةً به لو لم ينلهما لك وبركاته